السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن نزول ماء الجنين وكيف أعرف أن ماء الجنين يتسرب قد لا يكون من السهل تحديد ما إذا كان هذا السائل هو ماء الجنين أم لا استجد معظم النساء الصعوبة في هذا الموضوع عند نزول ماء الجنين تشعر لنا وكأن منطقة المهبة المبللة وغير جافة لكن في حال صدور رائحة طفيفة من هذا السائل إذا من المحتمل أن لا يكون هذا ماء الجنين في هذه الحالة يكون هذا السائل إما البول أو إفرازات مهبلية عادية لا يكون لماء الجنين أي رائحة وغالبا ما يكون له لون شفاف وهذا وعليك أن تعلمي أنه عند نزول ماء الجنين قد لا تبدأ لانقبضات على الفور إلا أنك قد تشعرين ببعض الأعراض التي تكون شبيهة بتلك التي تعانين منها خلال فترة الدورة الشهرية لذلك قد لا تدخلين فترة المخاط فورا بعد نزول ماء الجنين بل قد يستغرق هذا الأمر بضعة ساعات وحتى أيام لكن إذا نزل سائل الجنين في فترة الحملة المبكرة أي في السرس الثاني من الحمل يجب أن تذهبي إلى الطبيب فورا لكي تطمئني على صحتك وعلى صحة الجنين في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعونوا لايك وكومنتوا تشاريوا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ شكرا